اشتركوا في القناة وكيف تحصل على التعويض من حوادث السيارات دون اللجوء إلى حكم قضاء في الواقع العملي لقدر الله إذا حدث حادث وتسبب هذا الحادث في وفاة شخص أو عجز شخص عجزاً كلياً عن العمل أو عجز شخص عجز جزء أو تسبب الحادث في تلف ممتلكات الغير دون المركبات يعني الحادث دايماً إما يسبب في وفاة شخص إما يسبب في عجز شخص عجز كلي وإما أن يسببه عجز جزء وإما أن يتلف ممتلكات الغير دون السيارات والمركبات بمعنى يخدخل في وجهة محل يدخل في أي ممتلكات للغير ولكن دون المركبات إيه اللي بيحصل؟ عايزين نعرف النهاردة في الحالة داي كيف تحصل على تعويض من شركات التأمين الإجبارية دون اللجوء إلى حكم قضاء وما هي إجراءات الحصول على هذا التعويض؟ وما هو مقدار هذا التعويض؟ ولي أحبكم ليه بعد أن أحصل على هذا التعويض اللجوء إلى المحكمة لاستكمال التعويض بدعوة تكميلية للتعويض؟ هذا اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يكتب لنا التوفير وإياكم اللي بيحصل إيه؟ إن لقدر الله يحدث حادث في عام 2007 الدولة مشكورة ومجلس النواب أو مجلس الشعب آنذاك طفل الله علينا تشريع رقم 72 لسنة 2007 وهو قانون التأمين الإجباري أو المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات حضرتك بيكون عندك أي مركبة سواء عربية ملاكة أو أي توك توك موتسيكل أي مركبة بترخصها في إدارة المرور بيلزم عليك أن أنت تؤمن تأمين إجباري للغير هذا التأمين يتم تعويض الغير إذا أنت خبطت حد بعربيتك أو مركبتك اللي حضرتك مأمن عليه في ضل الوضع من 2007 في قيد شركات تأمين مثل رويال وأسكان ووثائب شركات تأمين كتير جدا موجودة في السوق تلاقي ظهر فخصة كده مكتوب فيها اسم شركة التأمين اللي حضرتك مأمن فيها وكان هذا نموذج التأمين الإجباري من مستندات الفحص أو من مستندات استكمال ملف الترخيص في عام 2019 جميع شركات التأمين اتجمعت في شركة واحدة أم وهي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المجمعة المصرية للتأمين الإجباري وظيفتها المجمعة المصرية للتأمين الإجباري بتعوض الغير يعني ما بتعوضك ش أنت عن السيارة لقدر الله حص الله حاجة لا ده ببقى تأمين تاني هنتكلم عنه في حلقات تانية أنه نفضل بنتكلم عن التأمين الإجباري اللي بيلزم عليك وانت بترخص السيارة ان انت تدفعه 100 أو 200 أو 300 على حسب ما بيقدر تدفعه عشان لقدر الله انت خبطت حد بالسيارة أو المركبة بتاعتك يتم تعويض الغير عن طريق هذه الشركات تمام؟ يبقى هو ده التأمين للغير وليس لك طيب اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد هذا في حالة إذا كانت السيارة معلومة يعني واحد لقدر الله صدمته سيارة وهذه السيارة معلومة عفين مرتاح عفين بتعميل ووقفوا تعمل محضر وعرفنا رقمها يتم تحويض المصاب أو المضرور أو المتوفى أو رصة المتوفى من هذا التأمين الإجبار طيب عشان ما نتكلمش كتير عايزين نخش في التفاصيل مقدار التعويض ده قد إيه؟ أول حاجة في حالة الوفاة لقدر الله لو تسبب الحادث وفاة شخصة أو أكثر يتم تعويض ورصة المتوفى بمبلغ أربعين ألف جنيه مبلغ أربعين ألف جنيه في حالة العجز الكل واحد فقد بظه ده اسمه عجزي كل يتم الحصول أيضا على مبلغ أربعين ألف جنيه في حالة العجز الجزئي يتم الحصول على التعويض طبقا لنسبة العجز في حالة تلف ممتلكات الغاب يتم التعويض حسب نسبة الإتلاف في ممتلكات الغاب بحد أقصى عشف تلاف جنيه بحد أقصى عشف تلاف جنيه يبقا لدينا الوفاة أكبرين ألف عجز كل أكبرين ألف العجز الجزئي حسب نسبة العجز تلف ممتلكات الغاب بحد أقصى عشف تلاف جنيه السؤال هنا هم العشف تلاف ولا الاركبعين ألف هيعوضوا أهل المتوف أو هيعوضوا أهل المتلوف ممتلكات الغاب هقول لحضرتك لا هم مش هيعوضوا هم جزئي من التعويض أنا بعد مصر في التعويض من شركات التعويض وعايز بعد كده أن أنا أحصل على تعويض بتم رفع دعوة على المتسبب في الحادث بصفة شخصية يبقى أنا واحد سضمدي بسيارة خدت العشف تلاف من التأمين أو العشرين ألف من التأمين الإجباري ولسه طبعا محتاج أن أنا أكمل التعويض فبيتم رفع دعوة على المتسبب في الحادث دعوة تكملة التعويض في المحكمة وأطلب التعويض اللي أنا عايزه ويحكم القاضي تبقى لقاعدة الضرف يزار أو تبقى لقاعدة كل خطأ سبب ضرف الغاب يلزم من افتكبه التعويض 163 مدن مدن 163 مدن يبقى احنا بنقول بعد ما تصل للتعويض بيتم اللجوء على الشخص المتسبب لك في الحادث ورفع دعوة في المحكمة لكن المبالغ اللي ذكرتها بيتم صفها عن طريق شركات التأمين الإجباري قلنا الشركات ده كلها الجمعت في حاجة اسمها المجمعة المصرية للتأمين الإجباري طيب لقدر الله خلاص الحادث وقع إزاي أو إجراءات الحصول على التأمين من هذه الشركات أول حاجة بيتم اللجوء إلى محامي وبعمل له توكيل والورصة بتعمل له توكيل المستندات المطلوبة شهادة الوفاة أصل شهادة وفاة المتوفي في حالة إن أنا بطالب بتعويض عن متوفي إعلام الورصة اللي فيه أسماء الورصة اللي ورصوا هذا المتوفي تمام؟ صورة طبك الأصل صورة طبك الأصل من محضر الشرطة نموذج بيجي من نيابة اسمه نموذج عقبئين نيابات شهادة من الجدول توكيل قضائي طبعا قلناه وكل المستندات ده يتم الذهاب إلى المجمع المصرية للتأمين الإجباري عنوانها 122 شارع التحرير الدق الجيزي يجب على شركات التأمين إن هي تصرف التأمين خلال مدة 30 يوم بتطلع شيك باسم الورصة المستفيدين كل شخص باسمه بيطلع له شيك على حسب درقته أو على حسب المراص اللي هو ورسه عشان المحامي يصرف هذا الشيك لابد إن أنت تعمله توكيل قضائي بالصف أو حضرتك بتروح تصرف التعويض بنفسك في حالة العجز الكلي نفس المستندات بدون شهادة الوفاة طبعا لأنه لسه موجود وبدون إعلام الورصة يبقى بنعوذ صورة بكل أصل من المهدر نموذج عقبئين نيابة شهادة من الجدول تأريف طبي يفيد نسبة العجز في حالة تلف ممتلكات الغاب وعايز أحصل على تعويض نفسها بدون التأريف الطبي طبعا ولكن صورة بكل أصل من المهدر نموذج عقبئين نيابة توكيل قضائي تأريف خبيف بالتلافيات وتأدير التلافيات يبقى كده عرفنا إزاي نحصل على تعويض من المجمع المصرية للتأمين دون اللجوء لحكم قضائي وعرفنا أن انت ممكن ترفع دعوة تعويض تكملية بعد كده على الشخص الذي يسبب لك هذا الضرب وتكمل التعويض أمام المحكمة طيب في سؤال هنا يطرح نفسه واحد مصاب واحد مصاب واخد خمس تلاف عشف تلاف من التأمين الإجباري وخلال سنة من تاريخ الحادث توفى بسبب الحادث يعني كان أصاب بإصابة وهذه الأصابة بعد كده تفاقمت الأخراف بتاعتها وتوفى بسبب هذا الحادث هل يجوز للورصة أنها تلجأ تاني مرة أخرى للتأمين الإجباري لتكملة التعويض للوصول للافبين ألف طالما توفى خلال سنة وجابوا شهادة طبية أو تأريف الطبي يثبت أن الوفاة كان سببا منها هذا الحادث يجوز لهم أن هم يكملوا الطاوية السؤال المهم كل الإجراءات دي في حالة إذا كانت السيارة معلومة وعملنا محضر شرطة برقم سيارة معينة في حالة إذا كانت السيارة مجهولة عربية خبطت ومشت عربية خبطت واللوح بتاعتها مطموصة عربية معينة 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 للترخيص يتم اللجوء لحاجة اسمها السندوق الحكومي لصف تعويضات السيارة يبقى أنت لو حالة السيارة معلومة بنصف من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري في حالة لو السيارة مجهولة بيتم الصف من السندوق الحكومي بعض المعلومات ذكرناها عن كيف تحصل على تعويض دون اللجوء إلى حكم قضائي بإذن الله سنستجمل في الحلقات القادمة بإذن الله أي سؤال أي استفسار البعث لي وبإذن الله سبحانه وتعالى سأجيبه على حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله